اشتركوا في القناة في الدول العربية ولايلين جدا 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 وما فيش عنصرية في سوريا في لبنان في مصر في الأردن تلقى الكنايس وما تلقى عنصرية واخدين حقهم في التصويت وعايشين في البلد أما المسيحيين في دول أوروبا ودول أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بكترة مقارنة مع عدد المسلمين عدد المسلمين في أوروبا ولايل جدا أوروبا وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأمريكا الشمالية عدد المسلمين أليل جدا جدا مقارنة مع عدد المسيح ومع كل هذا التعايش والاندماج تحت وطن واحد في دول أمريكا الجنوبية وخاصة الأرجنتين يعيش المسلمين مع المسيحيين في سلام لا يوجد عنصرية في الأرجنتين الأرجنتين لا يوجد بها عنصرية كلام أكيد لأن عدد المسلمين أصلا أليل جدا جدا مساجد يوجد مسجد في العاصمة بوناس إيرس أكبر مسجد في الأرجنتين وهو مسجد الملك فهد تكلفته 30 مليون دولار حقيقة المسجد متكلف 30 مليون دولار وفي بعض المساجد موجودة في ضواحي الأرجنتين في ضواحي الأرجنتين زي مدينة كرطوبا زي مدينة مندوزا زي مدينة سنخوان ولكن لا يعتبر مسجد يعتبر زاوية صغيرة لأن عدد المسلمين أصلا أليل كل مدينة من دول فيها حوالي 13-12 تخيل يعني هي زاوية صغيرة وفيه موجود إمام موجود إمام منتدب من الأزهر رسمي بياخد راتب من الأزهر خلاصة الكول خلاصة الكول لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين المسلمين عايشين بسلام ومهنخارطين في المجتمع الأرجنتيني وعايشين مع بعض لأن أصلا عدد المسلمين أليل مفيش عنصرية أصلا فهما عايشين مع بعض ومتقلمين أما في الوقت الحالي أوروبا تعبت مسلمين تعبت مليانة مع الهنجار اللي حصل في الدول العربية زادت الهجرة إلى أوروبا ففي عنصرية في أوروبا في عنصرية للمسلمين في أوروبا ليه؟ لأن عدد المسلمين كتير ولكن نرجع للسؤال الأهم وهو الاندماج هل عشان المسلم يندمج في المجتمع المسيحي يتنزل عن مباده يتنزل عن عاداته تآليده يتنزل عن دينه زي كارلس منعم كارلس منعم كان مسلم ولما ترشح للرئاسة اعتنق الدين المسيح وبعدين دايما هناك مقولة تقول لكم دينكم ولي دين وأصلاً المسلمين في أوروبا حصلوا على الجنسية وصاروا مواطنين من أهل البلد ولوهم حق التصويت في الانتخابات والدستور وانتظرونا في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته